سيد أديب سيد للمزيد من التحليل أهلا بك سيد أديب يعني في البداية كيف يمكن أن نرى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إرسال وكالة الطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابريتشيا نووية وهذا التفاعل مع المحطة هل هذا نوع من أنواع بداية الحل هذه الأزمة؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم فقط من أجل توخي الدقة روسيا هي التي كانت قد بادرت بدعوة فريق خبراء تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابريتشيا والقيام بجولة فيها من أجل إعداد تقرير حول ظروف السلامة والأمان في هذه المحطة والتأكد من عدم وجود قوات عسكرية روسية هناك الأمر الذي من المفترض أن ينفي ضرورة قيام القوات الأوكرانية باستهدافها بالصواريخ الأمريكية أولا ثم بالمدافع الثقيلة هذا الأمر الذي أدى إلى الحاقي ضرر بخزانات التبريد وبالمناسبة كلما تم استهداف خزانات التبريد كلما اضطرت المحطة إلى تقليص إمدادات الطاقة لأن عدم تبريد المفاعلات النووية سيؤدي في مرحلة من المراحل إلى حدوث تلوث إشعاعي لا يهدد فقط الأراضي الأوكرانية بل مجموعة من الدول الأوروبية عموما جاءت موافقة المجتمع الدولي بالحقيقة هي منظمة الأمم المتحدة هي التي وفقت على أن تأتي فريق الخبراء عبر الأراضي الروسية أي بمعنى عبر المناطق التي تسيطر عليها القوات العسكرية الروسية وليس العكس وبالتالي هذا تنازل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الضرية ومن ورائها واشنطن ورندن لأن واشنطن ورندن حاولت تعطيل مهمة الخبراء الدوليين ومنعهم من الوصول إلى هذه المحطة من أجل إلقاء تبعية أي انبعاث إشعاعي أو أي حادث قد يصيب المحطة واشنطن ورندن تريدون أن يلقوا بالتبعية على موسكو ويحملونها المسؤولية فبالتالي باعتقاد إصرار موسكو على ضرورة أن تكون الأراضي الروسية هي المنفذ لوصول الخبراء الدوليين هذا أولا يساهم في حماية هؤلاء الخبراء من أي محاولة لاستفزازهم أو تعرضهم لعمليات استفزازية هذا من جهة ومن جهة ثانية هذا يكرس سيطرة القوات الروسية على محطة زابروجيا بالكامل وحقيقة أن موسكو هي البوابة للقيام بزيارة هذه المحطة وإجراء عملية معاينة فيها فقد يكون هذه التفاهمات مقدمة بالحقيقة لإنهاء أزمة محطة زابروجيا وربما الاتفاق على عدم استهدافها وهذا من شأنه أن يحمي القارة الأوروبية بكاملها من تبعات وتداعيات أي حادث نووي محتمل تحدثت سيدة ديب عن الموقف الأمريكي ومحاولة تعطيل المهمة في محاطة زابروجيا أيضا كان هناك كلمة لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي قال أن الولايات المتحدة فعلت ما بوسعها لجعل أوكرانيا منطقة منوئة لروسيا أيضا كان هناك تحميل للمسؤولية لواشنطن أنها هي من تقوم بسفك الدماء من قبل روسيا هذه التصريحات من خلال كلمة وزير الدفاع الروسي لو تشرح لنا هذا الموقف وما تعنيه روسيا بالتحديد يعني جاءت كلمة وزير الدفاع سيرجي شويغو أثناء مؤتمر يعقد لأول مرة في موسكو للقوى المناهضة للفاشية والنازية هذا المؤتمر أصبح عقده مسألة ملحة على ضوء ازدياد النعارات الفاشية والنازية ليست فقط في أوكرانيا التي تحولت إلى محور لهذه القوى بل أيضا في العديد من الدول الأوروبية حيث بدأت تطل برأسها من جديد القوى النازية الجديدة عموما ما أراد أن يقوله شايغو وبالحقيقة قبله أيضا مستشار الأمن القومي الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتحريض أوكرانيا بداية على شن هجمات استهدفت دنباس وكانت هي السبب هذه الهجمات وهذه المخططات التعصفية بحق سكان دنباس كانت هي السبب وراء قيام روسيا بعملية عسكرية خاصة بهدف حماية السكان هناك ولكن عمليات التحريض الأمريكية والبريطانية لا تتوقف على الإطلاق لأنهم أرادوا أن يحولوا أوكرانيا إلى رأس جسر في مقارعة روسيا وتحويل أوكرانيا إلى بؤرة لاستنزاف القوى الاقتصادية والمالية والعسكرية الروسية وخلق بؤرة توتر دائمة لروسيا لكي تنشغل عنها وتبعدها عن الاهتمامات بالساحات الإقليمية والدولية الأخرى وهذا سيجنب الغرب في الدخول مباشرة في مجابهة مع موسكو لا يبدو أن الغرب مستعدا لها فبالحقيقة يجب النظر بمنتهى الجدية إلى التحذيرات التي توجهها موسكو إلى الدول الغربية بررورة التوقف عن لعب هذا الدور التحريضي في دفع أوكرانيا نحو شن مزيد من الهجمات ضد أهداف روسية سواء كان ذلك في دونباس أو كان في داخل الأراضي الروسية لأن من شأن هذا أن يؤدي إلى تصعيد خطير أو بالحقيقة إلى الوصول إلى نقطة لا عودة في المجابهة العسكرية والتي ستستوجب على موسكو اتخاذ إجراءات ربما لم تقدم عليها حتى الآن روسيا ودعيني فقط أذكر بتصريح أطلقه الرئيس بوتين قبل أسبوعين بأن روسيا عمليا لم تبدأ الحرب الجدية بعد وإن القادمة أعظم فبالتالي على العواصم الغربية أن تكون حررة في التعامل مع أي تداعيات يمكن أن تنجم عن استمرار محاولات التحريض عن دفع أوكرانيا نحو مزيدا من المغامرات العسكرية ضد روسيا سيد أديب لو تحدثنا عن آخر التطورات إعلان روسيا أن طائرة مسيرة سقطت على سطح مقر أسطول البحر الأسود في جزيرة القرم كيف يمكن أن ترد روسيا أو تعلق روسيا على ذلك؟ هذه الهجمة بالطائرات المسيرة لم تكن الأولى من نوعها بل هي تأتي في إطار سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي لجأت إليها أوكرانيا مؤخرا والتي يبدو أنها أمسد نتيجة لتدريبات مكثفة من قبل الخبراء الغربيين الأمريكيين والبريطانيين على وجه الخصوص للأوكرانيين في استخدام هذه الطائرات المسيرة لاستهداف أهداف عسكرية روسية ليس فقط في دومباس أو في الأراضي الأوكرانية التي باتت تحت سيطرة القوات الروسية بايد أيضا لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية وخاصة في شبه جزيرة القرم التي تقول القيادة الأوكرانية أنها ستبدل كل مساعيها من أجل إعادة السيطرة عليها هذه كان هناك قبل أربعة أيام محاولة أو ربما ليس محاولة بل كان هناك تفجير لمستودعات عسكرية كبيرة في منطقة شبه جزيرة القرم هناك محاولات لاستهداف أسطول البحر الأسود بطائرات مسيرة صحيح أن العملية فشلت ولكن بالطبيع هذه المحاولات لن تتوقف روسيا بالتأكيد يعني ترد وترد بشكل قاسم اليوم فقط أعلنت بزارة الدفاع عن استهداف تجمعات كبيرة للمرتزقة والقوات الأوكرانية بما أدى إلى مقتل عشرين مرتزقة أمريكية بالحقيقة كانوا يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية هنا الكوات الروسية تواصل استهداف التجمعات العسكرية مراكز المدرعات وهكذا شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي سيدة ديبة سيد كنت معنا من موسكو موسيقى شكرا